تمتاز محافظة الإسماعيلية بريادتها في زراعة محصول الفراولة والذي يتم تصديره للخارج لجودته العالية ومطابقته للمواصفات وشروط لازمة للتصدير وتعتبر قرية الروضة من أشهر القرى المصدرة للفراولة إلى الاتحاد الأوروبي ومختلف دول العالم محافظة الإسماعيلية أرض الخيرات التي تتنوع محاصيلها وتزدهر لتغطي احتياجات السوق المحلي والتصدير لأسواق العالم قبل شروق الشمس يبدأ العمال في جمع تمرات الفراولة النادقة من مزارع قرية الروضة بالقنطرة بمحافظة الإسماعيلية ثم العمل على فرزها ووضعها في سنديق معدى خصيصة والعمل على طرحها للبيع المحلي والتصدير قرية الروضة تعتبر من أشهر القرى المصدرة للفراولة إلى الاتحاد الأوروبي ومختلف دول العالم لما يميز منتجاتها من جودة ومذاق يتوافق مع مواصفات تصدير الصارمة ما تم زرعته حتى تاريخه تم انتلف فدان على مستوى دائرة محافظة الإسماعيلية أبرز المساحات المزروعة وأبرز القرى التي تقوم بزرعتها قرية الروضة مركز الأنطرة غرب والجرع فيها لا يقل عن 1800 فدان حتى تاريخه وجاري بعض الجاني في المساحات المنزرعة بدري ويتم تصدير الفراولة والجزء اللي هو التاني بيتم الاستهلاك عن طريق الأسوأ المحلية الموجودة الفدان بينتج من 40 إلى 50 طن فرولة في السنة ليه؟ إنه أصلاً أرض خصبة وفلح أصلاً مسقف هنا فربنا بكرمه في الانتهاج يعني وتتميز القرية بتنوع الشتلات وخبرة المزارعين في رعاية وزراعة وتصدير الفراولة حيث تبلغ مساحة الأرض المنزرعة بمحصول الفراولة بالقرية حوالي 1800 فدان من إجمالي 8000 فدان بالمحافظة